انشغل مجتمع السياسة والتكنولوجيا في بريطانيا بجدل حول سلوك الشركة جوجل الضريبي وهنا في خيمة جوجل الكبرى وهو منتدى سنوي لمناقشة أحداث تطورات التكنولوجيا وأفاقها في المستقبل امتد هذا الجدل أيضاً زعيم حزب العمال البريطاني إيد ميليباند الذي دعته جوجل للحديث في خيمتها لم يجامل مضيفه وأسمع الحضور ما لم يرق للكثيرين لست أنا الوحيد بهذا المكان الذي يشعر بإحباط شديد من أن شركة كبرى مثل جوجل لها معايير أساسية قوية قد هبطت إلى مستوى نقاش مفاده أنه رغم توظيفها آلاف العاملين في بريطانيا وتحقيق مليارات الجنيهات الاسترلينية من الأرباح فهل من العدل أن تدفع واحداً في المئة فقط من عوائدها كضرائب بل أن يصل بها الأمر إلى أن تحاول تجنب دفع المزيد من الضرائب وربما عندما كان يعد رئيس شركة جوجل إيريك شميت لزيارته إلى لندن لم يكن يتوقع أن يكون استقباله على هذا النحو لذلك ركز كلمته للرد على ميليباند أكثر من الحديث عن كتابه الجديد عن العالم الرقمي لا أعتقد أنه يتعين على شركة أن تقرر ما يجب أن يكون عليه الوضع الضريبي هذه وظيفة الحكومة نحن جميعاً نعمل في ظل نظام ضريبي قديم للغاية تم تأسيسه على أسس معينة ربما لا تعني لي أو لغير الكثير ولكن على أي حال هذه هي الطريقة التي يعمل بها هذا النظام نحن نحاول أن نقوم بالإجراءات الصحيحة ولا نرغب في اقتراف خطأ ونحن في نفس الوقت لا نرغب في دفع ضرائب مضاعفة وتفضل جوجل أن تضغى قضايا التكنولوجيا على المناقشات الدورية في خيمتها لكن الرياح لا تأتي دائماً بما تشتهي السفن طاغت الشؤون الاقتصادية وشؤون المال على خيمة جوجل هذا العام بسبب عصفة الانتقادات التي تتعرض لها الشركة بسبب سلوكها الضريبي حدث ربما لم يرق أقارك كثيراً التي ترغب في أن تجعل هذا المكان منتدى لنقاش إبداعاتها وعلوم المستقبل من واتفورد في شمال لندن محمد طه بي بي سي